من استهداف الجيش الوطني في جبهة الحرب المختلفة إلى محاولة استهداف قيادات السلطة المحلية في محافظة شبوى بواسطة الطائرات المسيرة بهذه الطريقة تواصل الإمارات سلوكها في تصفية من تراهم حصومها خلال الساعات الأخيرة قالت مصادر محلية إن طائرات مسيرة حلقت بالقرب من منزل محافظ شبوى محمد صالح بن عديو قبل أن تتدخل حراسة منزل المحافظ بإطلاق النيران عليها وإتقاطها يأتي هذا الاستهداف فقط بعد أسبوعين من اتهام بن عديو الإمارات بتمويل الفوضى في شبوى بميزانيات ضخمة واستغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة حد تعبيره ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قيادات جنوبية بواسطة الطائرات المسيرة فقد سبق أن تناوبت ميليشيا الحوثي والإمارات على عملية استهداف مماثلة لعدد من المعارضين لهم في عدن والظالع ومنذ بروز مظاهرات ومواقف تندد بممارسات الإمارات في المناطق التي تسيطر عليها دأبت أبو ظبي على العمل من أجل إسكات هذه الأصوات خاصة أولئك الذين لم تنجح في ضمهم إلى صفها تجلى ذلك في تنفيذها عبر ميليشياتها عمليات اغتيال ومنهجة للعشرات من أئمة المساجد في عدن يذهب المراقبون إلى اعتبار أن مواقف الحكومة الشرعية الضعيف أمام ما تمارسه الإمارات في البلاد شجعها على مواصلة دورها المشبوه واثكاب المزيد من الجرائم لن يكون آخرها محاولة استهداف محافظ شبوة